قبل ما اطلع فاصل عايز احكي لحضراتكو حكاية في ديئتين بسيطة جدا بس حضراتكو لازم تتابعوها لان ممكن تحصل حاجات غريبة جدا من سنتين قبل الانتخابات الامريكية كده جي احد الصحفيين قال انه لقى اللابتوب بتاع هانتر ابن بايدن بايدن عنده ابن اسمه هانتر وكان عنده ابن تاني يتوفى فالصحفي ده قال ان انا لقيت الايميلات بتاعة هانتر وفيها حاجات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مصايب يعني ما تفهموش ليه قفلوا عليهم حد السأل من اربع خمسة ايام عندهم هناك حاجة اسمها الصحفيين التحقيقيين او المحققين اللي هو صحفي ياخد حكاية وميعملش حاجة ميروحش الجورنان مايكتبش اخبار هو معاه حكاية يعمل فيها تحقيق فمن تلاتة اربعة ايام ابتدى الكلام يبقى على بلاطة انه الايميلات بتاعة هانتر دي حقيقية الايميلات دي فيها ايه الايميلات فيها انه هانتر وابو هانتر لو بايدن ابان مكان نائب للرئيس الامريكي خدوا فلوس من تلات جهات خدوا بالكوا التلات جهات دول ايه اوكرانيا الصين روسيا وتقدر بعض الاموال منهم بواحد وثلاثين مليون دولار تعارفين في امريكا المتين دولار تطير رئيس واكتشفوا ان هانتر كان وجهة للعيلة يعني مثلا هانتر ده ملوش في البترول ملوش في الطاقة عمره ما راح يعني او راح اوكرانيا قليل يعني كانوا معينين عضو مجلس ادارة في شركة للطاقة في اوكرانيا عضو مجلس ادارة وبياخد مرتب طب ما هو المرتب ده ليه بيبقوا ساعات عايزين يدوا فلوس للسياسيين فعينك موظف في حتة قديك الفلوس وانت تبقى تدي البابا الفلوس واكتشفوا انه هانتر سدد حاجات كتير بابا كان بيعملها من الفلوس دي من النقط اللطيفة انه فجأة هانتر ده بقى فنان تشكيلي هتقول له بيعرف يرسم لا هو يعني ليه في الطاقة كان بيجي ليه ناس مستثمرين صينيين او روس يشتروا اللوحة بنص مليون دولار في اي حاجة انا حلوة هو ايه هانتر اللوحة دي بكام بنص مليون دولار انا عايز اقتني اللوحة دي خد نص مليون دولار دي رشوة لا ده فنان بيكاسو هانتر ابن بايدن بيعرف يرسم فلقوه واخد فلوس من رجال اعمال صينيين واخد فلوس من رجال اعمال روس واخد فلوس من اوكرانيا حصيلة وموجود كمان في الايميلز بتاعته عشان كده ياولاد ما حدش يودي اللابتوب بتاعه عند حد يصلحه ما هو ده اللي حصل مهم في الايميلات بتاعته فيه كمان ازاي كان بيتهرب من الضرايب من سنتين كان الجريدة اللي هي جريدة نيويورك بوست وفوكس نيوز بيقولوا الكلام ده ومحد استدقاهم دلوقتي انضم لهم عدد من الجرائد الكبيرة الامريكية وقالوا انه الموضوع ده فعلا حقيقي وقتاك انا وقالوا دي حاجات انتخاباته بتاعه طبعا الحاجة ابو حنان دخل في الموضوع قالك على فكرة تراخي بايدن مع روسيا سببه انه هو كان ابنه عنده علاقات مع موسكو بيتبر باسترمة ويقعدوا تكلمونا عن الفساد والشفافية في امريكا والمحاسبة وابتدوا الرأي العام هناك يحاسب جرائد كبيرة زي نيويورك تايمز انتو كنتم ترمخين ليه ومحدش اعترفه والكلام النهاردة بتقوله ايوة فيه لانه واضح ان الموضوع بقى ريحته صعبة على فكرة جماعة الموضوع ده لو كمل بايدن يمشي لو كمل بايدن يمشي معلش هي مبالغة واسعة مني شوية بس في امريكا الحاجات دي وطبعا الجمهوريين مش سكتين خدوا بالكوا كمان ليه التوقيت احنا دخلين على انتخابات تجديد بتاعت الكونجرس فطبعا هو بيخبط في الديمقراطيين كجمهوري علشان الانتخابات وبتاع في معجنة جمد هناك يمكن اقوى من الفول بتاع وحيد والبطاطس الجنباري اللي احنا هناكلها بجد انا جعان جدا باجي في الشيطة على الوقت ده ونهاردة الدنيا كان بتمطر وقالولي بقى مش هينفع وقلتلهم بتمطر بتنزل تلك حاكل حاكل حيحصل اللي يحصل اه قالولي الناس اللي معنا هيتكهربوا قلتلهم بنائس حاكل اه حضرب فول بزيت حار وبدمضحرج وبطاطس جنباري وعيش قابب وحبقى سعيد جدا يعني